ايه دولا مالك يا عم عملت النفقي ده ليه هالطيير التمسيط انت مالك انت مالك انت كل حاجة تعشر نفسك فيها وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مدايقني مش هقولك يا رامزي مش هقولك إن ماما اتخانقت مع حماتي ومع عراني انا حور مش عايز اقول لك يا أخه انا حر خلاص يا دولا انت حر يا عم انت حر براحتك اللا مش عايز يعام اعرف ايه اللي مدايقك تعرفها لا يا رامزي انا بجدد ساعات بحسدك على الغباوة اللي انت فيها دي بتمنى ان انا في وقت من الوقات يكون عندي عشر غباوتك بس الله مصلى على النابي الله مصلى على النابي انا عارفة دول عارفت من واني انا زغنططين عملت حسدني في كل حاجة بس انا اعمل ايه بقى انت بنعم بقى وانا بنخالتك وانت شغال معايا اعمل ايه هستحملك والله متشكل قوي يعني متشكل على الواجب اللي انت عامله معايا مشكلة بقى في ماما يعني هي ردود افعالها بس هي اللي بتبقى عصرية لكن هي والله طيبة يعني بجد ما بتبقاش اصدى انها تتنرفز او اصدى انها تزعل حد بس اهو ده اللي بيحصل يعني انا عارف يا دولة وانت لازم كمان تعذرها لك ده هون يعني الست والدتك ادي يا دولة ست يعني استهزائية استهزائية ده ايه كلمة العجيبة دي يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا متح ولا ايه قول لي يا عبقاري اصدك ايه يعني انا هقولك يا دولة انا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو يعني يعني ان هي بتحب تهزأ الناس طب انت فاكر يا دولا لما هزاقتك وقالتلك يا جار ايه 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 هزاقتني دي لا طبعا مش هاكر بس فاكر بقى يا رمزي كويس قوي لما هزاقتك انت وقالتلك اطلع برا البيت يا كلب وقوعة ترجع تاني وما لكش دعوة بعادل وارجع بلك يا رمزي ارجع بلك يا ابني على فاكر بقى يا دولا الحاجات دي كلها ما فاش اي حاجة وما تزعلش اصلا يعني دي ستة طيبة يا دولا والله العظيم ستة طيبة ولوديتني بالجزمة انا مش هزعم انت بتقول فيها والله يا ابن طيبة طيبة جدا يا عم ولا طيبة ولا نيلة انت انت بتبتر برتن يقول لياnh لا ما يبرتمشى دول بت برتن بيتقول ايه اا بقولها عندديتني بالجزمة أنا مش هزعم انت لسا ايه لها ولا انت غاوت الدرب بالجزمة ايه جزمة السلام عليكم انتب لها تتعايشة مع عيس اعصابها انتبقي عاملة اسزاي شفت يا عادل؟ شفت منطاعي عملت معي إيه؟ لعبت معي الدنيقة لعبة الدنيقة ما هو وضع طبيعي إنها تلعب الدنيقة يعني عايز منطاعي تلعب إيه تلعب تنس تلعب راكت؟ منطاعي خلعتني يا عادل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا إيه الصدمات اللي ورا بعد دي إيه؟ إنت عارف يعني إيه خلعته أصلاً؟ آه يا دولة الكلمة دي يا دولة عندنا في البلد يعني خضتني بلك لما أمي راحت استحبت في الدورة من أبوية وقالت له من الدورة وقالت له بيخ قال لها إيه ده خلعتيني إنت طالب فيه؟ مرأي يا أخوانا ما تخلعوني من القصة دي؟ اخلعوني من القصة ده واضح إن إنت أدمانت الخلعة قوي يا بابا آه يا عادل بعد ما غررت بأمك وبعد ما شردت بلادي وبعد ما بطلت الشيشة أتخلع أما علش يا بابا ما أنت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تديين تدان أعمل إيه بس ولا كنت عملت إيه في دنيات سعراب عشان يحصل فيها اللي بيحصل ده يا رب بص يا خال أنت تعمل معها زي ما أبوية عمل مع أمي بعد ما خلعته تطلقها فهتكون هي بقى تعمل معك زي ما أمي عملت مع أبوية بعد ما طلقها هتروح بقى في البلد كلها وتعمل إشاعة إن هي ايه هتتجوز الوقت جليطة المزين فأبوية راح بقى عمل إيه؟ إيه 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 إيه؟ أستنى 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 أسنا ما يعرفش الحكايا دي أه حصل إيه؟ راح بقى أبوية سرق المكنة بتاعة القص بتاعة الواتجليطة فالبلد كلها بقى شعرهم طلق قوي بردو بترغي بردو بترغي قولت لك عايز أسمع بابا كمل يا بابا لا 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 استنى يا عادة أنا لازم أعرف أخوي عيلة الم Vladina هايقضي قطعنا؟وي أم إيه؟ لا خامل تقن بقى إنسان بقى أخالق في الفترة دي من الزمن سمونا بلد الخواجات ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر يا سلاة يعني شعركو طويل عشان ابوكو سرق المكنة بتاعت الحلاقة اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل خواجه؟ بس يا لأ بس يا قابا بابا انت تاعد تسمع الهابل ده يا بابا بكمل لو سمحت يا بابا عايز افهم بقى ايه اللي حصل معلش معلش انا حطر اسفا متأسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثة اربعة خمسة بابا انا لو عليك مفيش مشكلة بس المشكلة ان فين قاس كتير لازم ااخد رأيهم يعني يا خالي بقى داي صح يعني انت لسه هتوقت تقول له اسفا متأسففا ده حضرتك تؤمره وهو يطيعك ورأسه فوق رجليه رأسه فوق رجليه؟ تم ده وضع طبيعي يا ابني البناء ده براسه بتبقى فوقه ورجليه بتبقى تحت ايه الجديد اللي انت قلته يعني اصبر 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 بابا معلش يا بابا ممكن تسبقني انت وانا ما جيلك نتناقش الموضوع ده حاضر يا ابني ماش مع السلامة بابا مع السلامة مع السلامة يا خالي ولا يا رمزي انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غبوتك وبرغم خسيرك اللي انت بتسببها لي ما ترطكش ليه؟ عارف طبعا يا دولة وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك دهي علشان طبعا حكمتي طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي انا صراحة محافظ عليك نواف البزار عشان لما لاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقوم مفجرها فيك ايه اللي عجاز ميات؟ اللي يا دولة انت متنرفز؟ ايه اللي عجاز ميات؟ الله انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطاع الوطية ربنا بيرزقني بانعام طب خالي طبيخ اخر حلاوة واضحة نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيرة اللي عمر بياد الله يا سعيد ايه اونكي انا ملاحظة ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عادل تكون سلوعة على رغم انه هيعجبك جدا لا ليش يا اسم بكلش المسلوق ده المسلوق؟ يبا خياتك بقى براحتك بقى انا دخل قطي ماما 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 بابا بيلاغيكي وانا لاغياء من حياتي خالص لا يا حبيبتي ده شكله جاي كده نوي على بيتانة ازاي بقى يقرق اوبركمهم بقى ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنب ان افويدهم والله لو اتحبسنا في ام ام واحدة ان شاء الله ربنا حيقربنا من بعض وانا تحبس انا وانت في ام ام واحدة لا يا بابا لا لا ملكش حق اخصى عليك يا بابا ماما في ام ام ماما اقل من ثلاث قوة دوصالة ما ينزمهاش يا بابا من ان يا حسرة ما هي قشطته ورمته نو نو انعا ما تبقيش اوفر 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 كده بطلباتاتك ما تبقيش زي الناس التمعانانين اللي عايزين يسغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يسطروهم بابا ده منظر حد عايز تسطر هم الغبيين كده لما تيجي تنسحيهم هم يتقلبوا عليكي مجيدة انا الاوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام السليزون بتاعك لان السليزون لو تساب اكتر من كده حيبرد ويجلد ويترمي في الزبالة صوري بجد بجد انت فكرتنيني خالص بقى لان ده لوازمان اتحرق حام انا عامي انا الاوان اسيبك لوحدك انت وبابا عشان تاخدوا راحتكو بكل فكل حاجة يا ماما وان شاء الله ربنا يوفقك ها ماما تتعصى بيش على بابا ها ماما زي اخر فورصة ليكي انعام انا عارف ان انا رجل منفر وانعارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسة بس انا طمعان في برم قلبك الواسع ان بتغفريلي وتسمحيني انت عايز اي دلوقتي يعني لو قلتيه لمشي هتعمل ايه يعني هسترجاكي ان انا مامشيش لو قلتيه لي غور هتنح وقوم اقرشي لو قلتيه لا اعود لغاية لما عودتك تتفك هتنجعس وتعود ومش هتمسي ولو بالطاب للبلدي بزمتك ما وحش تكيش ايامنا الحلوة لا من فضلك لو سمحت انت ما تبقى ليش حاجة عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني اسمع يا غزال الجنين انت انا ما عملتش حاجة انا غلطت مرة وخدت جزاتي مش ممكن اواقب عليها طول حياتي انا ما قتلتش لا قتلت مشاعري ودبحت احسيسي انت هتلبسيني تهمة انا ماشي لا استنوا ما تمشيش قصدي ما تستناش ولا حاجة نعنوعت 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 هانس ايه بس لا 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 اسمعيني اسمعيني لا 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 مين خيانه ومين ماما ومع مين مع بابا وفين في الصالة على السجادة جنب كنا بقى هتعقدوني هتعملوا له حقدة دي خيانة مزدوجة يا ماما انا مش قلت لك فيه الباب المفتاح بس يا بيت اقلت انا بس ملكي عادل في ايه فضيحة يا حماتي فضيحة فضيحة عادل عادل أبوس إيدك يا ابنك ما تفضحنيش أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة وأنا مفضوح جاهز إيه فيه إيه فيه إيه بقول لكم لو أنا وهو فأم أم واحد يا سلام يا واد يا واد أم أم فعلاً يا را تحت الساهدة واهي ها أنا أنا مش عايزة أنا مش طيقة ما تقعدوش معايا وإنتي كده عامة زي التعبنات وعملة تدح لبيله تدح لبيله يا نهر أبيض يا ماما علش يا بابا أنا ظلمتك إيه يا عادل أنت بتتصنط على باباك يا عادل إيه إيه قاعد معا ماما وطبعاً أنا وضع طبيعي إن أنا غيره وأنا مش راجل ولا إيه عادل أمك تقدر تدافع عن نفسها كأنسة شمتاء إيه ده إيه ده إيه ده أنسة شمتاء لو سمحتي احترمي نفسك ما تقوليش على ماما أنسة عادل على فكرة لا 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 اليومين دول أنت في تصرفاتك تيها رعونة بالغة لعلمك يا بابا دول أمك وأبوك أيوة أمي وأبويا وقاعدين لوحديهم برا في الصالة وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما أنت عارفها الشيطان شاطر آه شاطر بس مش أشتر مننا يا بابي مش أشتر مننا يعني إيه يعني بيروح المدرسة الصبحة عننا بدري لا يا حبيبي أبوك لازم يمشي ويسيب البيت فوراً أيوة أنا عارف كده بس لعلمك بقى أنا فكرت بجد جدياً يعني إن أنا مثلاً أشوف له أوضة في أي فندق نجمة ونص هو رقصني يا جداً على واحدة ونص إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتتريع علي يعني؟ عشان بابا متجوز رقصها تقولي لي على واحدة ونقمة ماشي ماشي يا رانيا هو ده مفروض فيه تعاون بين الزوج وزوجته تقولي لي مثلاً على أي حل بدل ما أنت بتتريع علي هو تفاكيرني مش مضرورة من الموضوع ده ولا إيه؟ وبعدين أنا سبق أقولت لك حيول قبل كده؟ أيها بس قلت لي سبع تلاف حل قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا أوكي أنا شايفة إن انت تروح وتكلم منطقة واتبوس رجليها عشان ترجع أبوك واضح إن أنا ما قداميش غير الحل ده اتأخرت 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 المشكلة بقى كمان إن أنا سهيبهم لوحديهم إيه يا دول انت واقف على محطة اوتوبيس يا عم وتأخرت اتأخرت إيه ده يا دولك دون وحط عقلك في رأسك تعرف خلاصاً أحط عقلي في رأسي؟ يا سلام ده إيه النصائح الجميلة؟ وأنت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن استفيد أحط عقلي في نفس المكان اللي إنت بتحط عقلك فيه أقول لك يا دولا العقل زينة في البترينا آه يعني أنت بتحط عقلك في البترينا يعني بتتعامل مع عقلك النجازمة يعني آآ آآ ايه إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ من بعض ما عندهم؟ عندي مين يد أنا اللي بكلمك ياد؟ اسمها بعض ما عندهم؟ ولا اسكت اسكت خالص اغلق ها 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 نو 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 نعم عايزي خلفة الندامة؟ أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا سلام الأستاذة سلوى منطعي نورت البزار تفضلي حضرتك تفضلي حضرتك ولا يا رمزي روحت حاجة ساعة للهانم تشربها ولا أقول لك؟ روحت لها شقتين فول يار لا ما شقتين اتقجروا يا دولة بقى مش نقص يا دوتر بص أنا محطوط تحت ضغط ممكن أنفجر فيك في أي وقت ممكن أرزعك ألمين على أفاك لا يا دولة اسموهم أفايين على أفايا الألم دون بيبقى على الوش يا دولة لا ما انت خبرة طبعاً خبرة امشي من قدامي دلوقتي خلصني حبيبي بالنكلي ورايا نمرة إيه دا هو حضرتك رجعت ترعش تاني يعني؟ هرعش هرعش طب ده أنا لما برعش وهز وستي الرجالة في الكباري مقولكش مقولكش طبعاً يلا لا تتكهرب يا لح يبقى أنا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا أكيد مثلا بابا رفض إن كنتي ترجعت الشغل رقاصة تاني عفواً يا حبيبي دا من دا؟ دا هو اللي مسكلي الفرقة وخلاني ماشيتي الواد مقسوم الطبال ااي طب ومقسوم دا يعني كان مقسوم على حتتين او على تلت ثلاث حتت هكأو هكأو يا قدنب الخفيف يا برس الحطار يا فريقق يا قفى من غير ويدال وشابر اا 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 انا هساأزم بقىouts معقش أنم huge temps يلا والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي ده انا بقى السنين بحاول افتروض و مش عارف ده حتيج بس بالتاعة الهوي القسوس دي يعني الجرد يعني ياه طب بالمرة بقى ليه طلب تاني يا ريت يا ريت ترجعي بابا لا يا حبيبي ابوك سرقني اخد فلوسي وفلوسي الفرقة وراح لعب بيهم امار مع البيت صحر الدوارة صحر الدوارة؟ اه وبعدين صلطت على اثنين بلطجية رقعول على الماتشينا امقابب بالالف جنيه فلوسي وفلوسي الفرقة انما لما عملها تاني صعب علي قلت ابدا ما حد يمدي ايده علي غاري وتركته وحيدا تركته وحيدا يعني والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني بس هي المشكلة عنده بابا بابا هو السبب ان هو ميشي ورا واحدة واطية كده ايه 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 هيا مين تجي الواطش يا استاذ عادل الاستاذة اللي هي يا صحر الدوارة يعني انت فاكرا ان حضرتك انا اقول عليك واطية لحقيك عالية ما شاء الله وحامرة وكله يعني يا اهلا نسال احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواطش لو صراحة الغلط كده عند ماما وهي بتدفع التمن بقى طيب ايه خدمات مني معلش عشان عندي فاكرا طب اه استاذة سلوة يعني معلش انا اسف حضرتك ينفع ترجعي بابا وانا الفلوس الخدع منك مستعد ترجعها لك لا ما ينفعش عذرني يا استاذة عادل حيسرقني تاني لا ما انت لازم تحراسي ما انت سرقت اولاني خلي